هل يصبح الموسم الحالي لتسلق جبل إيفارست الموسم الأكثر دموية من أجل الوصول إلى قمة يبلغ ارتفاعها حوالي 9000 متر فخلال الأسابيع القليلة الماضية قضى 11 متسلقا أثناء تسلق جبل إيفارست من دول مختلفة من أستراليا والصين وماليزيا الجبل الواقع في سلسلة الهماليا حيث أصدرت حكومة نيبال ما يقارب 500 تصريح للتسلق هذا العام ومن ضمن الضحايا خمسة من المرشدين أيضا قضوا أثناء التسلق تاريخيا يعتبر عام 2014 الأكثر دموية أثناء تسلق جبل إيفارست عندما لقي ما لا يقل عن 17 حتفهم معظمهم بسبب انهيارات جليدية وفقا لبيانات منظمة هيماليا ديتا بيس هي أرقام رغم ذلك لا ترهب محبي المغامرات عبر العالم فللناس فيما يعشقون مذاهب ترجمة نانسي قنقر